نعم يعني في هذه الاثناء شهدنا بدء انسحاب لأليات العسكرية الإسرائيلية من حارة الدمج على الأطراف الشرقية لمخيم جنين خلال طريق الانسحاب تعرضت هذه الأليات والقوات الراجلة لعمليات إطلاق نار كثيفة واشتباكات مسلحة عنيفة تركزت هذه الاشتباكات في مدخل حارة الدمج على الأطراف الشرقية لمخيم جنين على ما يبدو أننا أمام انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير من مخيم ومدينة جنين في هذه اللحظات قبل قليل انسحب عشرات الآليات برفقة جرافة ونستطيع رصد بدء حركة المواطنين من الوصول إلى أطراف حارة الدمج وإلى عمق الدمج هناك مركبات وطواقم إسعاف بدأت بالوصول تباعا إلى تلك النقطة وتجري عمليات باحث إما عن إصابات أو عن شهداء وردت خلال الساعة الماضية من مصادر محلية أن هناك شهيد تحت ركام منزل استهدفه وفجره جيش الاحتلال الإسرائيلي مجهول الهوية لكن لا تأكيدات حتى هذه اللحظة أو انتشار لأي من الجتامين سيما ونحن في اللحظات الأولى لتمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى عمق مخيم جنين وعملية استطلاع ما الذي حدث فعليا المشاهد الأولى تظهر بأن جيش الاحتلال فجر ودمر وخرب كل المنازل التي داهمها وشن حملة اعتقالات ومداهمات فيها طبعا العملية واسعة النطاق كبيرة نسبيا في الفترة الزمنية سيما وأننا نتحدث عن قرابة 16 ساعة من عملية متواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شاركت بها مئات الأليات العسكرية ونحو أربع جرافات وكذلك قرابة الألف جندي إسرائيلي بإعلان المنطقة عسكرية مغلقة وطوق أمني مشدد ومحاصرة المستشفيات واستثنائها من النطاق الطبي طبعا حجم الدمار واسع هذا هو المدخل الشرقي الذي لربما نرصده على الهواء مباشرة هناك طبعا الكومة التي نراها هي ليست طريق معبدة وإنما طريق سوية بالأرض وتم تدميره بشكل كامل وهو واحد من الطرق التي دمرت خلال المرات السابقة اللافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالجرافة المجنزرة D9 تمكنت من الوصول إلى عمق المقيم لبعض الحارات لأول مرة يصلها جيش الاحتلال باستخدام هذه الجرافة منذ انتفاضة الأقصى الثانية في العام 2002 ومن حصار المقيم آنذاك طبعا حجم دمار كبير في المقيم استهدف البناء التحتية وكذلك أيضا الطرقات وعدد من المناطق ست إصابات حتى هذه اللحظة ضمن هذا الاقتحام لا نتحدث عن شهداء فقط عن ستة إصابات في المشهد وهناك طبعا يعني محاولات الآن تجري للوصول إلى كل منزل دمره الاحتلال أو داهمه سيكون هناك دخول للطواقم الطبية التي دخلت بنحو سبع مركبات في هذه اللحظات إلى تلك النقطة حيث يجري العمل على فحصها وتمشيطها من طبعا إذا ما كان هناك إصابات أو شهداء داخل هذه المنازل سيما وأننا شهدنا اشتباكات عنيفة طوال ساعات الليل استمرت هذه الاشتباكات وتركزت في حارة الدمج وفي محيط منطقة الهدف وشارع السينما ومحيط مستشفى الجنين الحكومي تم استهداف الأليات العسكرية الإسرائيلية أيضا بعدد من العبوات الناسفة اشتركوا في القناة